شهد محافظ أدق أهلية أيمن مختار فعليات الجلسة الحوارية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الاتحاد العام للجماعيات والمؤسسات الأهلية ويأتي ذلك ضمن حزمة من الفعليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات بتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والاتحادات الإقليمية والنوعية حول دور منظمات العمل الأهلي في المرحلة القادمة والقضية السكانية وغيرها من الموضوعات المطروحة كما سمن محافظ أدق أهلية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي لتوحيد جهود التنمية في الفترة القادمة والذي يشكل تحالفا مهما من خلال حجد جهود المجتمع في الدفع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها السيد الرئيس لتطوير مستوى حياة المواطنين وجودتها وتعتبر أضخم مشروعا قومي في تاريخ مصر وجودنا النهاردة في محافظة الدق أهلية خاصة مع الأحداث الخاصة بافتتاحات المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واختيار محافظة الدق أهلية أن نكون نهاردة لقاء الجماهيري بعدادة لقاءات في كل المحافظات اللي فاتت بالشراكة ما بين التحالف الوطني ومجلس أمناء الحوار الوطني بيأكد طول الوقت أن نحن نوسع دائرة الحوار المشتركة وتقبل الأراء الخاصة سواء من جنفية الشباب أو جماعات الأهلية طبعا نهاردة المحاور حداك عارف أن نحن استقبلنا كمجلس أمناء الحوار الوطني لأمانة فنية استقبلت 36 ألف مقترح من المواطنين و15 ألف مقترح بمشروع قانون نحن قسمنا المحاول إلى ثلاث محاول رئيسية المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي